مرحبا بكم مجددا معكم سامي كرجي واليوم بالفوتوشوب بسديني الدرس كتير مهم ومخول يعطيك دخل إضافي من خلال شغلك بالفوتوشوب انتيريار ديزاينرز أركي تكس بستعملوا هيدا الأسلوب إن كان بالفوتوشوب أو غير برامج الأسلوب نفسه بكل البرامج سوشال ميديا أرتست ديشتال ماركتينج ديزاينرز بشكل عام هيدا الأسلوب لازم تكون عارفه ولازم تكون عم تطبقه لأي زبون وبرجع بأكد لك هالطريقة مخولة تعطيك دخل إضافي من خلال شغلك بالفوتوشوب وتطور من ذاتك كمان إذا بتطور صح وبتشتغل صح في بهالفيديو ثلاث أشياء يعني ثلاث حالات مختلفين الثالثة مش أهم من الثانية حتى ما تنطع الثالث دغري ولا الثاني أهم من الأولى حتى ما تنطع الثاني دغري بالخلاصة ثلاثة هني حالات مختلفين عن بعض وثلاث طرق مختلفين عن بعض فصدقني ما فيك تقفي ولا واحدة منهم حضرهم كلهم وحد استفيد خلينا أعطي خلاصة بالموضوع أو أنه مثلا مش خلاصة أنه هذا المين أو شو بفيدني مثلا افترضنا إذا حدا قالك عندي ديزاين أو أنت عملي ديزاين بشكل عام عنا ديزاين معي بدي شوفه أنا على البانو البانو يلي هو لوحة الأعلانات اللي بنشوفها على أوتستراد أو طريق العام أكيد الزبون أو العميل بدي يشوف الديزاين طبعه على كيف هو يطلع قبل ما يتكلف على طباطه ويعلقهم وتصير هالتوشي كله أو حتى مثلا تعون البناء لما يلبسوا ماتيريال على الحيطان أو الشكل البوية أو التكستور يعني ما بعرف شو بالعربي كيف حتطلع قبل ما يتكلف في كل شيء فأنت حتعمل له هي على الفوتوشوب وتقدم له هي تقول ديزاين طبعك هيك أو الماتيريال خليني ما كتر حاكي كتير كترت حاكي أول خطوة حفوت على الفوتوشوب وستاب الأولى مثلا أنا عندي هادي الشغلة أول خطوة أنه أنا عندي حيطان بشكل زاوية فقال لي فيه إجا عميل قال لي عم بيقلي أنه بدي أعمل ديزاين معين أو أكتب شي معين على هذا الحيط أو الحيط مألف من شكل زاوية فأنا لو تكره معينك الصورة هعمل هلبس لك هحطل لك الديزاين طبعك على هذا الحيطان فأول شغلة هطبق نص أو تكست أو جملة وهطبق صورة اثنان نفس الطريقة بس هتشوفوا كيف كيف تصير أنا هعمل أول شي تكست جديد هون هكتب اسمي فطبعا أكيد ما هعملها مثلا إجي إقبس كونترول تي على الكيبورد روتايشن شوي دلني كيبس كونترول زي حدي له هون أكيد ما هيك لأنه البرسبكتف كله غلط ما بيركب كونترول زاد لحتى رجع كل شي محلو رح خلي التكست شوي على جنب هون هاخفيها هعمل نيو لاير هاس يعني نيو سوري كامور عملت نيو لاير وحروح على الفلتر أو كونترول أولد في على الكيبورد بتطلع نفس الشي كمان هادي شورتكوت أول خطوة رح أعمل إنه أنا حرسم بلاين هلا إذا بدلني كابس اكس على الكيبورد بتلاحظوا إنه عمل زوم وإذا بشي الأصبعية على الاكس بتروح الزوم يعني هدا بسك مؤقت لحتى إنه فوت زوم شوي هعمل بلاين هارسم بكل زاواية هعمل هالشكل تمام هلا هون إذا بنتبه وأهم نقطة هون لازم تعرفوها في عالم ما بتعرفها أكيد أنا بقول ما ما في يعني ما حدا بيعرف كل شي بس إنه آآ هون لازم تنتبهوا لشغلي إنه الفوتوشوب عم يعطيني الشكل بلون أحمر شو يعني لون الأحمر هلا إذا أنا بحرك شوي هون حيعطيني لون أصفر حيعطوني لون أحمر بلون أزرق آآ هالألوان آآ بقل الفوتوشوب إنه الشي اللي رسمته يعني قداش هو منطق قده هو قريب للحقيقة آآ كل ما هو لون أحمر عم يعني معناته إنه الشي اللي رسمته ما نراكب بالحقيقة معانا أنا عم شوفه هون مسلا تمام بس هو بالحقيقة مسلا لقياسات آآ الحقيقية مش هتركب آآ حشو يعني هعملو أنا مسلا دواغة تكون يمكن بس بس حتى اشوفها كلها سوا راح حرك شوي هون مسلا لركبها مية المية تكون مسلا شو نقصة لحتى تصير لون أزرق اوكي شفت لون الأزرق هون طيب تمام ما نح اكتفي بهيدا الموضوع صار عندي هون بلين مغطية هيدا الحيط آآ بيبقى عند الحادة التانية مش رح ارسم مرة تانية رح اكبس كونترول على الكيبورد وعلى الطرف هون حتشوفوا انه عطينا هيدا الايكون هاكبس على الماوس وحرك على اليمين فبيعطيني بلين جديدي ريكبي مع هيدا اللي هعملو أنا مسلا هارجع تضبط الزوايا محلون هون طبعا هلا البلين لونة أحمر معناتها مش طبيعية فصارت أزرق هوني أحمر أزرق تمام هاتأكد من انه كل شي بمحلو هون مش بمحلة هطلع شوية لفوق هوني يمكن مش بمحلة اوكي هلأ صارت تمام صار عندي اتنين هايكبس اوكي هلأ هلأ بخلال عملنا شو اللي هنرقبه او هنلبس هيدا الحيط انا هبلش بالنص اللي كتبته انا يلي هو اسمي حفظوا اسمي سامر كرجية هايكبس كونترول وحايكبس الايكون هون لحتى يعلم لي بس الاحرف بهالشكل هاكبس كونترول سي على الكيبورد يلي هي كابي و كونترول دي يلي هي دي سلكت لحتى شي اللي خيوته الخطوط هولي اللي طالعين لي وارجع خبي اللير ما بقى بدي اعوزها هلأ هارجع على اللير المطرح الفانيشين كونترول اولت في هايدي الشورتكوت طبعا وحاكبس في كونترول في على الكيبورد لحتى عمل بيست لشي اللي عملت له كابي تمام هلا بس بدي عمل الترانسفورب تول هون اللي حتى كبر حاكبس و كبر شوي ممكن هالقد تمام و راح امسكها وحطها بقى للاحظته شو اللي صار هو عم بركب لي اياها منه لحالو منه لحالو اه حزغر شوي حاكبس و و حرك و طيب تمام هاكتفي بهذا الادار هون و حاكبس اوكي و مبروك سامر صار عندك مبنى باسمك هلا بعد فيه شي مش طبيعي اكيد يلي هو الشجرة الشجرة هي لازم تخبل الكلمات اللي ورا لانه هي بابعاد اقرب من الكاميرا اه طبيعي لازم فوت ع double click هون او layer style الشي اللي ترك بالموضوع انه من ال underlying layer حاكبس alt و بس حرك شوي لحتى لانه صار اقرب للطبيعة و هيك اقرب للطبيعة لازم تعملوها حتى التكستور ياخد حقه ما تكون صورد لحاله فمبروك سامر مبنى جديد باسمك تمام هلا اعملنا نحن الشكل النص فبعد في عندي الصورة صورة نفس الطريقة كمان بس خلينا فرجيكم كيف تطلع ctrl z لحتى رجع كل شي ما حلو هاستعمل الصورة مستعملة قبل اكيد العميل محيلنا هيدا الصورة فنفس الشي تقريبا هاكبس بس انتبهوا لشغلة انه انا عملت امبورت على هيدا اللير اللي هون انتبهوا كتير منيحة ctrl z خلينا اعمل select لهون غير اللير اللي هون وحط الصورة هتطلع على جديدة انتبهوا كتير منيح لانه في بعض بيغلط فيها وبشتغلوا كسا شغلوا بيروح عليهم فمنيحة اللي صارت معيها حتى ادلكم عليها اه نفس الشي كمان حقق بس control هيدا الصورة حقق بس control c عالكيبورد بعد ما عامل copy حقق بس control d عالكيبورد وحروح عال كمان ctrl alt v لحتى اوصل للvanishing point حقق بس ctrl v عالكيبورد يطلع لي هيدا الصورة اه transform tool حتى اكبر وزغر المبادة وبس بزيحة بحرك الماوس لحتى تركب هون تمام اه بعمل شوية scale shift اذا بك بس شفتوا alt مع بعض بيعطيني scaling بهذه الطريقة تمام بحرك هلا اذا بتلاحظوا هون ليه ما عام بيروح لهونيك حقلكم له حقق بس control v اللي رجع كل شي ما حلو اه بدي اتأكد انه هيدا اللي بلاين حقق بس هون انه اللي بلاين واصلة للاخر اللي هي تغيرت بشكل عام لان بتتغير بس تأكدوا منيح لانه وقت الفوتوشوب بلقى اتنين البلاين ع بعض ما حنقول شو عيوب الفوتوشوب بس بشكل عام الفوتوشوب منيح اساسا هتأكد انه وصل لهون وحقق بس هلقى control v transform tool وكبر شوي وبس بحطها هون الان اكبرت كتير هتطلع صورة كتير كبيرة عشان هيك عم بعلق فبشكل عام تمام سوري اه control z هلأ انا عم بصير هيك لانه عم بسجل وعم بعمل كي وكمبيوتر يعني شبه شبه عم يتعذب تمام هلأ افترضنا مسلا هيك اوكي خلينا اضبطكم اياها اكتر وكبر شوي يعني محل احزية تمام اوكي صار عنا هالشكل واكيدة دابل كليك على هيدا اللي حتى نعطي شوي البلندينج تبعه صوري اوكي صار عنا بهالشكل step number two step number two بتختلف عن step number one ليه لان افترضنا اجا العميل عم بقلنا بدنا مسلا نختار نفرجيكم الصورة اللي من عنا نستعملها اه بدي اختار انا هون حط صورة مسلا ما عم بقلي انه عندي كذا صورة ما ماني اختار اي واحدة منهم فبدي اغير يعني احتمالا نغير لانه بالاولى ما في نغير الصورة هون اذا بمسلا بفوت عليها control all v لارجع غير الصورة ما حفي ارجع غيرها لانه خلص انا كبست اوكي او بعمل control z برجع كتير لورا اه فمشكلة او حتى ازا ارجعتها من new layer مسلا control v حيطلعني نفس layer حارجع ركب فوقه ممكن ممكن ما بدنا نشتغل شي فوق بعض فالشي اللي احناعمله مهمة بس انه للحط واحد وفينا نعمل حيطان بس خلينا نحكي حط واحد وانت بعدها بتعرف كيف تعمل حيطان لنفس الطريقة لها ديك بس من خلال هون اه ما حاكلت نحكي خلينا نبلش نبشر حال اعمل اول شغلة هعمل الريكتاء هارسم مربع او مستطيل نعطيه لون مسلا اورنج وارسم هيك تمام طيب اي اول خطوة تاني خطوة انه هعمل هادي layer convert to smart object مهم كتير تعمل convert to smart object هتعرف ليلة بعدين اه هتعرف يعني ليها اللي انا عمل ليلة هنزل شوي بس لانه هعندي شغل شوي مع ال background ها اقبس ctrl t على الكيبورد لحا تعمل scaling بس ها قبل ما اعمل شي رايت اكليك distort تمام حفوض زوم لحعمل وانه مبكل زاوية راح علقه على الزاوية لما هي يعني فوق منه هون ايدي هون اه اوكي هاد الزاوية هلا ما انا مبينيه بس هاعتبرها هون وهاد الزاوية هون تمام هلا بعد ما خلص كل شي حتاكد انه انه مية بالمية رايت بيه هلا اوكي هعمل اوكي هارجع رجع ال opacity متل ما كانت هلا في عنا هون شوي مسلا في عنا شوي لازم تتخبه هلا ما فينا نعملها نحلها بعدها بس خلينا نركب الصورة هون هلا لا حيصير هارجع opacity طبعة اه لا حيصير انه انا هعمل ده بيكليك علي على ال smart object هتخذني على هيدا ال solid هي عبارة عن صورة هي هيدا ال solid هي هيدا بس ال smart object اه حركت انا بهذا المكان محله هون بدون ما يتغير ال perspective طبع هون همسلا هعطيكم مسال اه حاكتب اسمي كورجية تمام راح حط بالنص هلا اه لا حيصير اه حاكبس هيدا لحتى شيري ال background هحط هون هلا ازا بتخلوها هيكو حروح لورا ما هيتغير شي ليه لانو هون بدي قبل ما خلص كل شي حاكبس control as بس لا اعمل save لهيدا اللير ان انا غيرت هارجع روح لورا هتلاقي تغيرت هيعطيني هادا هيعطيني ال perspective هلا ازا مسلا ازا برجع لهال لاير مسلا بزغر شوي او بعمل هيك بحرك هون تمام بكبس control as برجع بيجي لهون بلاقيها تغيرت محلة يعني بقدر عامل adjustment بدون ما اعمل شي هون فهلو هون اللي حتى تكون realistic متل ما بنعمل دايما اه نزبط شوي هون والهايلايت هون شوي هون شوي شوي طيب ما علي ما يبدو خليها اه هلأ الحلو بهذا الموضوع متل ما قالنا قبل في عندي كزا صورة برجع بيكبس double click او بروح على لاير مترح ماكنت رح حط صورة مستعملة كمان قبل للاير كتي اه هزغرة شوي هعطة هون بقى الشكل هخب التكست ومتل ما اتفقنا control as لحتى تطبق صورة وصورة حتجا حتدلة هون الperspective مية بالمية مزبوطة بالريال لايف هنا نعمل كمان solid تاني هون ونطبقه متل ما هي نحط صورة تانية هاي دي step number two اوكي هلأ الحالة التالتة خلييني بس اخد break اوكي الحالة التالتة اللي هي اصعب من الحالة الاولى والتانية اه لانه بحالة التالتة لما يكون عنا اه plane معين بس المستوى طبعه منه جالس يعني منه مستوى واحد اه سكان عم ياخد طعجي مسلا لا خلييني افرجيكم ان الحالة تقدروا اه متشوفوا شو اللي عم بسير بهذا المبنى انه انا عند الحات هوني جالس وكل ما عم نرجع على وراء عم نشوف الحات عم بياخد زاوية طيب للواهل الاولى نحنا منقول مسلا اه سهلة او منع مشكلة طيب خلينا اقول مسلا نعمل new layer نعمل control all v اللي هي ال vanishing point وانا ارسم ال layer مسلا خلينا اتخيلها بهالشكل اوكي واني plane ما عطيني plane طيب هارجع ارسم مرة تانية بس بشكل انه ارجع عدل plane طيب ازا باخد هيدا النقطة لهون وهيدا النقطة لهون هيك ما عم يعطيني هي ما عم تروح اساسا لانه الفوتوشوب ما عم يقدر يتخيل انه هيدا plane هيك لانه عندها طعجة او اخي عم تاخد زاوية عم عم تميل كل ما عم نرجع على برا فاول خطوة ما مش الحال ها اعمل delete ها روح على الخطوة التانية اللي هي مسلا اعمل solid layer اعمل right click convert smart object نزل اوباستي شوية لا حتى اقدر شوف وكل واحدة هيخدها على الزاوية هلا كمان هون نفس الشي ازا بيغض كل واحدة على محلة بوصل لمحل انه لما بدي حط هذه النقطة هون ما عم يمشي الحال طب بهالحالة شو 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 بقدر اعمل انا مسلا في عميل عندي عم بيقلي عندي هادا المابنة بدي اعمل صورة لحالو وعندو هالصورة طب فينا اخده من محل تاني بتسهل علي بس ما عندي غير هالصورة هلا انا بدي اتحدى حالي هلا يمكن ما بتزبط باي لو شو ما حاولت يمكن تزبط شوي يمكن قليلة بس انه انا بدي اتعامل مع اشيه اللي منا بلانر يعني فيها شوي اه طعجات هلا ايضا الصورة صدقا كتير صعب منا سهلة بس خلينا نحاول سوا تمام انا حا اللي حاعملو حاختار اقرب نقطة بقدر اوصل له فمسلا ازا بوصل لهون وهيدي لهون في عندي شوي الطعجة هون خليني ما ما غامر شوي نزلي شوي هون لحتى اشوف اقرب هايدي النقطة هون طيب بشكل من الاشكال تزبط بس كمان امنا واقعية لانه شكل غلط طيب خلينا اقرب شوي لحتى تكون مسلا هيدا الحيط ازا بمشي على هاك على هالمستوى تكون شوي واقعية افترضنا انه هايدي اوكي او لا الهون كمان بشكل من الاشكال تكون ممكن طيب هلا عندي ها الطعجة خلينا نحلها نعمل رايت كليك وورب الهون هيعطينا هالشكل انه في عنده طعجة ها استعمل كل هون مسلا ازا برجع لورا بتشوفوا انه الفوتوشوب ما عم يقدر استوعب فكمان هون بعطي شوي هيك بحاول الفوتوشوب اللي قوله مسلا انه هادي البلاين هيك يعني قد ما عم بعطي بتشوف الفوتوشوب او قد ما عم يستوعب فبدي حاول مسلا انا هادي النقطة هون خليني احرك شوي رجع لورا هادي النقطة ما عم يمشي الحال شوفوا اقرب اوبشن لحتى نقدر نوصل له كمان طيب هلا انا هارجع لحد ما نوصل انه اللي فوق بلشت تتحرك اوكي هلا فينا نستعمل هادي بهالشكل اخد الطعجة نفسها وهيدي كمان هون طيب هدا قرب شي بقدر وصل له ازا ببعد اكتر بكون عم بخرب الصورة واذا بقرب بكون عم بعمل غلط فكيف اتأكد من الصورة انه صح هلا اه بالنسبة للابعاد تقريبا ماشي الحال خلينا هون زبط شوي هون ما بقدر ارجع بعض بس انه يعني طيب اكتر شي بقدر اوصله لهون بازيور شوي بزبطها هون هادي هون طيب حا اقبس اوكي هلا هجربه انا هرجع الوباستي 100% هجرب شي مسلا هكتب تاكست يلي هو اسمي تمام اه حط هون بشي للباكراوند بقبس كونترول اس لح تطبق اللي عملته وبرجع لهون طيب هل هي واقعية ربما تقريبا واقعية لا لانه شوي هون مثلا منا ماشي مع الخط فوصلنا لهون ما حنواقف هون هنرجع نصلح هيكبس كونترول زت بس رجع لبلين هارجع كمان كونترول تي رايت كليك وورب تمام هارجع كمان الى هون هلا هيكبس alt اذا بقعب خلينا خفيف الوباستي حتى شوف شو عم بصير ورا هيكبس alt هشوف هيدا الي هون ما هيكبس شي حتى شوف انا شو اللي عم بصير طيب هلا في عندها الخط اذا بتشوفوا ان الخط اللي فوق يعني فيه فيه غلط راح ارجع اروح لهون على هيدا الـ vertical هارسم بص خط لهون طيب هيك انا بقدر استوعب شوي انه بقدر صلح الغلط ممكن او الشي المش مش صابت اوكي هلا تقريبا انا خلصت الوب هارجع اعمل opacity لهون وارجع اعمل save لهيدي لحتى نطبق شوي هون سوري نسيت ان انا عملت كونترول زد كمان هشير الـ background هارجع الصورة الاصلية هون سوري ما كبس كونترول اس هلا برجع لك بلاقيها ها هلا بشوف انه اوكي اقرب للواقع شوي بلشت اه انتبوا معنا ما لازم حرك هون تمام لازم حرك التكست هون كبس كونترول اس وتأكد انه طيبا ممكن تكون واقع هي شوي هلا لحتى اتأكد اكتر منها هحط صورة كمان بنرجع لصورة شهيرة تعيتنا يلا هي هاي دي اه بنكبرها شوي كونترول اس ونروح للصورة طيب اوكي ممكن تزبط واكيد ما بننسى الـ option هاي دي لحتى تندمج وشوي اكيد تكون واقعية اكتر يعني قد ما فيكن مسلا تقدروا تعملوها شوي مسلا realistic طول ما هي بتكون افضل لالكون اوكي هيك الصورة صدقا منها سهلة فاذا بتكون تحاولو انا رح حط لكم الصور اللينك تعونونا بالـ description تحت بصندوق الوصف وان شاء الله تكون هول الخطوات مفيدة لالكن وتقدروا تعملوا مدخول اضافة منا وصدقا يعني كل شيء مسلا بقدر الساعة تكون فيه عم بعطيكم اياه وما تنسوا تدعموني بـ subscribe like share واذا عنكم شيء بالـ comments بتقدروا تسألوني عنو تستفسروا عن شيء وصوري طورت عليكم بس الحلقة تستحق هالوقت لان دارس كتير مهم اليوم فشوفون الحلقة جديدة bye